استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله عددا من الملفات الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالسياسات النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإداع للأفراد والشركات كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتدعية الأزمة العالمية وبما يضمن التكامل والتنصيق التام في السياسات المالية والنقدية كما أطلع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي رئيس الوزراء على موقف تفعيل قرار استثنائي لمستلزمات الانتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمدات المستندية